اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال مساء الخير متابعين متابعين طقس العرب في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم سات أجواء مستقرة في عموم المناطق لكن انتشرت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة بدون فعالية وأيضا استمرت الأجواء باردة كنتيجة لتأثر المملكة ببقايا الكتلة الهوائية القطبية التي تتأثرن بها خلال الفترة الماضية خلال أيام القادمة تحديدا خلال منتصف الأسبوع عفوا تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة لكن لا بس أن نستعرض محاور الطقس خلال هذه النشرة سنكون حالة من عدم استقرار الجو استعمالها حطوزة خاتم الأمطار المتفرقة في العديد من المناطق وريح شرقية اعتبارا من يوم الاثنين تزيد من الإحساس بالبرودة سواء الأقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لبعض كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في العديد من مناطق المملكة هذا الالتفاف هنا في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا هو ناتج عن اندفاع لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية ستعمل على النشوء أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشرقية البحر العالم المتوسط تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة لاحقا نحو الأراضي المصرية ثم خلال منتصف الأسبوع تصل المملكة وبالتالي تنشأ حالا من عدم الاستقرار الجوي استعرضها في هذه الخريطة للأنظمة الجوية المسببة لأحوال جوية غير مستقرة خلال منتصف الأسبوع الحالي تحديدا اعتبارا من مساء يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء يمتد منخفض البحر الأحمر نحو المنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة بالتزامن مع هبوب لتيارات هوائية دافئة ورطة بقادمة من الجزيرة العربية ووجود المرتفع الجوي السبيري وكتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو السطحية هذه الظروف الجوية استعمل عن نشو أحوال جوية غير مستقرة تتكاثر الغيوم تعطل زخات من الأمطار وأيضا زخات من البرد في العديد من المنطقة المملكة تتركز في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية أيضا تستمر درجة الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت العام وتستمر الأجواء الباردة طيلة الأسبوع الحالي نستعرض الآن وإياكم خراءة الأمطار متوقعة من يوم الثلاثة يوم الثلاثة يوم الثلاثة مساء أي ليلة الثلاثة عادل ثلاثة أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشمالية من مصر بسبب وصول هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية لكن اعتبارا من ليلة الثلاثة عادل ثلاثة وصباح الثلاثة تبدأ هذه الأحوال الجوية غير مستقرة تؤثر في المملكة تحديداً بالمنطقة الجنوبية منها خلال نهار يوم الثلاثاء تتسعرق على تأثير الأحوال الجوية غير مستقرة لتشمل مناطق إضافية من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية تعطل زخات من الأمطار أيضاً تعطل زخات من البرد قد يكون كثيف ومتراكم في بعض الطرقات اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء أيضاً تستمر حالة عدم استقرار الجو بالاتساع والاشتداد لتشتد في منطقة البادية تحديداً لتترافق بوطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة وتترافق بزخات كثيفة من البرد أيضاً تشمل حالة عدم استقرار الجو أجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى بالإضافة لاستمرار تأثيرها بالمنطقة الشرقية لكن اعتباراً من يوم الأربعاء تبدأ تدريجياً تتراجع الأحوال الجوية غير مستقرة لكن تكون الفرصة مهيئة وتبقى الفرصة مهيئة لوطول زخات من الأمطار والبرد في المنطقة الجنوبية ومنطقات البادية الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية على أن يستقر التقس تدريجياً اعتباراً من مساء يوم الأربعاء التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة يصبح التقس بارد جداً أربع درجات مئوية ملموسة صفر الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية معتدلة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الاثنين تقس غامل جزء 11 درجة مئوية أما الصغرى درجة مئوية فقط يوم الثلاثة أحوال جوية غير مستقرة فرصة زخات من الأمطار إذا قد تترافق مع بعض زخات من البرد 12 درجة مئوية أما الصغرى 5 درجة مئوية يعود التقس الاستقرار تدريجياً في العاصمة عمان خلال يوم الأربعاء 13 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم و 5 درجة مئوية خلال ساعات الليل إلى هنا تنتين نشرتنا لليلة سعيدة نتمنىها للجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة